اهلا بيكو في حلقة جديدة من قناة بروفشان نيرس النهاردة بازن الله مكملين معاكو في شرح سلسلة التحليلات النهاردة بازن الله هنشرح تحليل مهم جدا وهو تحليل الدي دايمر هنتكلم عنه بشكل مبسط وبالتفصيل بازن الله اولا ايه هو تحليل الدي دايمر طبعا هو بروتين ينتج من تحلل الفبرين او الفايبرين تمام بنستخدم تحليل دايمر ده في ايه بنستخدمه في الكشف عن وجود جلطات او لأ يعني فيه جلطات في الجسم او لأ تمام ايه المعدل الطبيعي لتحليل الدي دايمر المعدل الطبيعي هو خمسمائة نانو جرام يعني لو زاد لحد الالف فبتكون مشاكل زي السرطان اه لقدر الله زي مثلا مشاكل تانية زي او اللي هو طبعا ايه جلطات الساق او الرئة ايه معنى كلمة بروتين ينتج من تحلل الفبرين يعني مثلا ببساطة كده لما بيحصل نزيف في الجسم بتتكون جلطة الجلطة دي هي بروتين الفبرين تمام فطبعا بتتكون جلطة عشان اه النزيف اللي حصل في الجسم تمام عشان توقف النزيف فبعلا ما توقف النزيف احنا مش محتاجينها تاني فعايزين نكسرها عايزين نكسر بروتين الفبرين ده فبنكسره بانزيم البلازمية اول ما بيتكسر بيتحول لجزيئات صغيرة الجزيئات دي اسمها دي دايمر موجودة في الدم فمن خلالها بقى ايه بنكشف عن وجود الجلطات او لا فهو مروتين موجود في الدم فبيعرفنا بقى في جلطات او لا تمام فكلمة ينتج من تحلل الفبرين اول ما يتكسر الفبرين ده اللي هو الجلطة بواسطة انزيم البلازمين تمام يتحول ايه لجزيئات الجزيئات دي هي جزيئات اللي هي موجودة في الدم تمام زي ما واضح في الصورة دي دي الجلطة اللي 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 حاوليني الجلطة دي دعامة او قسطرة بتدخل بتعمل سحب كده للجلطة لبرا بتاخد الجلطة يعني تمام ارتفاع معدلات تحليل الدي دايمر بتدل عليه babies. اوالا في حالة الدي في تي. تمام موجود الدي في تي اللي هو ايه ديب فين سرنبوزيس تمام اللي هو ايه الجلطات الواردية العميقة او موجود ايه اللي هو ايه البولمانري امبوليزم بولمانري امبوليزم اللي هو ايه اللي هو ايه الانسداد الرئوي. امتى بقت دكتور يطلب تحليل الدي دايمر. لما بيلاقي آلم في الساق مثلا تورم في الساق احمرار خطوط حمراء في الساقين ده في حالة تمام اللي هو اللي هو الجلطات العميقة الوردية اللي بتكون في الساق تمام امتى بقى اللي هو وجود اللي اللي هو الحالات بتاعتها زي زي صعوبة في التنفس تمام زي مثلا آآ 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 كحة مصحوبة بالدم ضربات قلب سريعة دي اعراض اللي هي البي اي اللي هي انسداد الرئوي الانسداد الرئوي بتكون آلم في الصدر ضربات قلب سريعة كحة مصحوبة بالدم صعوبة في التنفس وقتها بيطلب الدكتور آآ التحليل تمام العلاج اوقات يعني آآ عوب الغالب طبعا الدكتور هو اللي بيكتب العلاج بس يعني في الغالب بنستخدم ايه ادوية سيولة عشان عشان تساعد على سريان الدم وبتمنع تكون ايه الجلطات ووصلنا لنهاية الفيديو لو عجبك المحتوى ما تنساش اللايك والاشتراك والمشاركة دعا من لي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة